اشتركوا في القناة اللي رح يتراجع لمدة أربعة شهور ونصف تقريبا عشان هيك رح نحكي عنه لأنه هذا تأثيره شوي رح يكون صعب وبرضه في معلومات مغلوطة عند البعض حابب أني أنا أصلحها أول إشي رح نحكي زي ما أنتم متعودين أنه يعني القمر موجود الآن في برج الميزان اليوم رح يصير في عنا خلو مسار عشان يبلش يستعد للانتقال لبرج العقرب ولكنه اليوم إجمالا هو موجود في الميزان يعني تأثيره رح يكون كما تحدثت أنه هو في الميزان ما رح يكون تأثيره لما بنتقل للعقرب بكرة بنتقل للعقرب فمنحكي في يوم الغد طبعا اليوم هو موجود في منزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي الآن هاي إلى غاية تقريبا منتصف الليل يعني هي بتوقيت جرينيتش الساعة 11 و 5 دقائق بتوقيت الأردن الساعة 2 و 5 دقائق بعد منتصف الليل اللي هي أول ساعة الفجر من طبعا اللي هو بعد منتصف الليل من بث الحلقة هاي اللي هو احنا بنعتبرها 11 و 5 من يوم السبت يعني من صباح يوم الأحد بديش أخربتكم معنا طبعا رح ينتقل لمنزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل وحكينا أنه القمر لما بنتقل للميزان منتأثر نأخذ إحنا من صفات البرج اللي بنتقل إلى القمر فبما أنه على الميزان معناته إحنا رح نتأثر من بعض صفات برج الميزان هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة ما استقرت بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزهين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجيات جميلة بدكوا تركزوا معي لأنه الزوايا كثيرة اليوم فعشان تركزوا كل تأثيرات الزوايا الجميع لأنها تأثيراتها بتأثرت وبتضيفوها لتوقعات اليومية لكل برج فبتعرفوا توقعاتك بشكل كامل فأول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و10 دقائق بعد منتصف هذه الليلة لموعد بث الحلقة بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي بين كوكبين بطيئات اللي هو بين عطارد ونبتن وهي زاوية زاوية سلبية هي يعني زاوية تربيع سلبية بين عطارد ونبتن وهي رح تكون في تمام الساعة 23 دقيقة صباحا لها تأثير تقريبا الأربع أيام رح نذكر شو التأثيرات اللي صارت ورح تحسوا أنه هاي الأشياء صارت معاكم طبعا هاي تأثيرها بشكل عام بيكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وبرضو بينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك اللي هو سوء التفاهم وممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا مما يعرضنا لخيبات أمل بالمختصر يعني بعض الأشخاص ممكن يكون فيه خلاف أو سوء تفاهم بينه وبين الحبيب أو بين الأحبة ولكن أنه تحليله بيصير بشكل سلبي فعشان هيك بيكون تحليله غلط وبتكبر المشكلة وبصير خلاف وهو أساساً يعني غلطان بالتحليل أو بتفكيره أو بطريقة تبريره للمواقف طبعاً هذا بنعكس كمان على إيش بنعكس مثلاً على أشخاص أنت تتصل بشخص على أساس أنك بدك تزوره فهذا الشخص ممكن يقول لك لا والله أنا مشغولي شوي فممكن أنك أنت تقول لا هو ما بدي يشوفني هو ما بدي يجالسني هو ما بدي يدعوني هو بتحجج هو رافض الموضوع هذا وبتكبر المشكلة عندك وبتتفاقم لأنه تحليلك إلها بيكون خطأ وبصير خلاف ما بينك وبين الشخص برضو تأثيرها بما أنه عطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات وسرعة البديهة ونبتن الأحلام فهنا بنلاقي أنه كثير أشخاص بيزيد عندهم الوسواس والقلق والأحلام والخوف بالفترة هاي من المجهول فبرضو هذا الإشي بتكونوا من تبهين إلوه هاي كمان نقطة وبما أنه عطارد إلو علاقة بالمواصلات والاتصالات فبصير أعطال وبما أنه بيستعد لعملية التراجع فبصير أعطال في الأجهزة والإلكترونيات إن كان تلفزيون أجهزة صوت إلكترونيات تلفونات كهربة سيارة أجهزة إلكترونية بيتية فجأة بتلاقيها طفت لحالها رجعت اشتغلت لحالها كهربة بتطفي لحالها بترجع بتشتغل لحالها هاي برضو من الأشياء اللي بتستعد برضو الاستعدادات للتراجع وبرضو الزاوية لها أثر في هذا الموضوع حبيت أشرح لكم أسهب في هاي الزاوية لأنه تأثيرها كثير خلال الأيام الماضي كان ورح تستمر خلال فترة الأسبوع وبداية التراجع يعني الوضع ما رح يكون سهل وبرضو في عنا اللي هو الخسوف والكسوف وهي الشغلات كلها لها تأثيرات صعبة رح نشرح ان شاء الله بوقتها أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون فيه تمام الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية اللي بعديها برضو هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون فيه تمام الساعة سبعة وخمسين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون فيه تمام ساعة ثلاثة وتسعة واربعين دقيقة بعد العصر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للتراجع زحل في الدلوء طبعا هاد بدكوا تركزوا معي مضبوط لأنه في أشخاص كثير أساءت لنقطة هاي أو شرحتها بطريقة غلط وفي ناس فهمتها غلط وفي ناس حللتها غلط وصارت موجودة عند الأشخاص إنه هذا كوكب زحل منتحس بس يتراجع بيصير سعيد أو بتأثيراته بتصير إيجابية هذا كلام مش صحيح كوكب زحل أول إشي هو اسمه المعلم الصارم هو يعني مش نحس فهمتوا علي هو مش نحس بتكوينه ولكن هو بيخليك ما تحصل على الشيء بسهولة بيخليلك فيها شوية صعوبة عشان لما تحصل عليها تحافظ عليها وبحطك في امتحانات كثيرة عشان هيك ممكن كثير تتأذى من وجود زحل وخصوصا إنه هو بوعد في كل برج تقريبا سنتين ونص فعشان هيك بيأذي الأشخاص اللي بيكون موجود عندهم برجهم مش برجهم تأثير عليهم في بيته مثلثه رب البيت رب الأسرة رب العائلة هذا مناش في كلياته احنا إنه في كوكب هذا الكوكب في مكانه بيعطي تأثيرات سلبية بدي يعطي تأثيرات سلبية وين ما كان وين ما تواجد ولما بتراجع بتزيد نحوسته بالزيادة مش بتخف نحوسته بصير سعيد ودنيالوز وزهور وورد ومش عارف ايش عشان هيك بتكون تركزوا معي اللي تعرفوا تأثيره بالضبط وتعرفوا كيف بتكون تتعاملوا بالفترة الماضية عشان تقلل من مخاطر اللي هي تراجع زحل تراجع زحل مش إنه زحل بدو يرجع بالعكس لورا لا هو بيبطأ بالسرعة يعني بتبطأ سرعته الكواكب الثانية ومدار الأرض والشمس بصير أسرع منه فبيبين إنه هو بتراجع ولكن هذا تراجع وهمي وكل سنة هو بتراجع مدة أربع شهور ونصف تقريبا يعني في أي برج بتواجد فيه طبعا بما إنه هو رح يبدأ تراجع اليوم في برج الدلو ساعة تسعة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح يستمر التراجع هذا لصباح يوم 11 عشرة أي ما يمقارب الأربع شهور ونصف تقريبا في فترة تراجع كوكب زحل اللي هو المعلم الصارم نشعر بالضياع وبعدم قدرتنا على تنظيم أمورنا يعني بصير فيه فوضى في تنظيم الأمور بتعمل فوضى حياتنا اليومية بصير خربطة ما بنعرف نرتب برمامجنا بتطلع لنا أشياء مش يعني مش محسوب لها حساب بتكونوا مدركين هذا الأمر وبتضاء لدينا أو بيضاء لدينا الحس بالمسؤولية والواجب رغم التزاماتنا يعني ببطل خلص إلى أننا جلد على أن نعمل أي شيء وفي نفس اللحظة بنصير أنه نهمل واجباتنا ما بدنا نلتزم ما بدنا نعمل بدنا نتغيب بدنا نتمم أعمالنا فعشان هيك بتصير فيه صعوبة في هذا الموضوع طيب من المحتمل أيضا أنه تزداد مصاريفنا فتختل بالتالي ميزانيتنا ومنجد صعوبة في السيطرة على الوضع يعني ضغط على الأمور المالية ماشي؟ أكثر المتضررين من هذا التراجع واللي بدهم يديروا بالهم أكثر ناس من أي سنة ولدوا يعني إن شاء الله انولدوا سنة الألف وتسعمية وخشبة وولا انولدوا اليوم بدهم يديروا بالهم أكثر المتضررين هم مواليد من سبعة وعشرين واحد لغاية اثنين اثنين هدولة المواليد اللي إجوا من سبعة وعشرين واحد لغاية اثنين اثنين من أي عام هدولة أكثر ناس بدهم يديروا بالهم لأنه تأثير التراجع رح يكون على درجات ميلادهم طيب بالنسبة لباقي الأبراج يعني كلنا بنا نحذر من نفس الإشي اللي أنا حكيته اللي هو الفوضى ما منلتزم الأمور المالية هاي كلنا بدنا ننتبه لها ولكن كل برج فيه له تأثير معين خاص فيه لأنه هذا يعتبر بيت له خلينا نشوف إحنا ونطلع نشوفها البيوت هاي أو البروج هاي أو الطوالع هاي إيش رح يأثر عليها برج الحمل أول إشي هدولة بدهم يديروا بالهم من مشكلة ممكن تصير ما بينهم وبين الأصدقاء أو خلاف ما بينه وبين صديق أو يكتشف صديق فبيخونه بيتآمر عليه سوء تفاهم بده يدير باله من الأصدقاء وممكن تكون شوي مؤذية بالنسبة لإلو أو صديق هذا يسبب له نوع من أنواع الأذى برج الثور بدهم يديروا بالهم مع المسؤولين في مكان العمل المدراء رؤساءهم الموظفين اللي أعلى منهم درجات وبدهم ينتبهوا ما يهملوا بأعمالهم ما يدخلوا بأي شيء مشبوه عشان يحفظوا على سمعتهم قدر الإمكان أما بالنسبة لموليد برج الجوزاء بدهم ينتبهوا من أمور إلها علاقة بالجامعات أو الدراسة الجامعية بدهم يركزوا بشكل قوي إذا كان عندهم سفر بعيد بدهم يديروا بالهم أوراقهم أو ثبتيتهم إقامتهم كلها هاي بدهم يركزوا عليها وما يدخلوا بأي مواجهات توصلهم لقضايا قضائية ماشي طيب اللي هي الأموال المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لكم أو الأموال المؤتمنين عليها أو الديون يعني تدين أشخاص أو تكفى الأشخاص بالفترة هاي بدك تدير بالك بالنسبة للأسد أكثر ناس يعني رح ينتبهوا اللي هم على الأمور العاطفية اللي هي الشراكة العاطفية خصوصا المتزوجين أو الخاطبين بدهم ينتبهوا بشكل كبير من خلافات أو ممكن تتطور الأمور وتصل للقطيعة وبرضو على الشراكة المالية اللي بكون في شركة أو ما بينه وبين شخص وبالفترة هاي ممكن يصير في خلافات أو يفسخوا الشراكة ما بينهم وبين بعض فالأزواج أكثر ناس بدهم ينتبهوا بالنسبة لموليد برج العذراء بدهم ينتبهوا من الزملاء اللي بيشتغلوا معهم بدهم ينتبهوا على عملهم وبرضو بدهم يراقبوا أمورهم الصحية إذا شعروا بشيء غير اعتيادي بالفترة هاي بدهم يراجعوا أطبائهم ما يهمل وضعهم الصحي وخصوصا الأشخاص اللي بأخذوا أدوية أو عندهم أمراض مزمنة أي شيء بجد جديد عليه صحيا بدهم يراجع طبيبه ما يهملوش أما بالنسبة لموليد برج الميزان بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الأحباء لأنه في أشخاص منكم ممكن ينهي علاقته العاطفية أو ينهي حب حياته أو أنه خلاف ما بينه وبين أحد الأبناء أو يراهن على شيء فما تزبطش معه يعني الرهانات برضو بدي بعد عنها برج العقرب مشاكلهم داخل البيت مشاكلهم مع العائلة مع أفراد العائلة مع الأبناء بدهم يديروا بالهم قدر الإمكان من أعطال المنزلية أو مشاكل المنزلية أو عائلية لأنها هاي نقطة الضعف وهاي برضو هي اللي رح تأثر عليك اللي هي شيء له علاقة بالعائلة أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة لموليد برج القاوس بدهم ينتبهوا أثناء تنقلاتهم بدهم يكونوا حذرين أثناء التنقلات بالسيارات بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء الحوارات والنقاشات من العصبية ومرضوا أثناء تعاملهم مع الإخوة أو مع الجيران بدهم يكونوا ضابطين أعصابهم في الفترة هاي إذا بدهم يشتروا سيارة أو بدهم يعني سيارة أو عندهم سيارة بدهم يهتموا فيها بصيانتها لأنه كثير ممكن يصير فيها أعطال أما بالنسبة لموليد برج الجدي وهدولة بدهم ينتبهوا على الأمور المالية اللي هي حذرنا فيها بالنسبة لتأثيرات زحل بالتراجع أنه هو بأثر على الوضع المالي فعشان هيك موليد برج الجدي بدهم ينتبهوا يعرفوا كيف يصرفوا فلوسهم ما يبدخوا كثير ما يورطوا حالهم بالمسائل المالية ما يكفلوا أشخاص وفي نفس اللحظة الحذر مطلوب من المصابين والمحتالين حاول أنك تقلل من نفقاتك قدر الإمكان بالفترة هاي على أساس أنه أنت يعني الأمور المالية هي أكثر شيء عليه علامات استفهام بالنسبة لموليد برج الدلو ضبط الأعصاب مطلوب أثناء تعامل مع الغير لأنه ممكن تتصرف تصرفات متسرعة ممكن تكون مش منظم مهمل لأنه تراجع عندك فعشان هيك كل الأمور اللي احنا نبهنا عليها في البداية أنت أكثر واحد لدك تنتبه منها وخصوصا الموليد اللي احنا ذكرناها في البداية بدهم ينتبهوا موليد من 27 واحد لغاية موليد 2 اثنين أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهم أشخاص لأنه هذا في بيت متاعب هم التراجع فبدهم ينتبهوا من أشخاص بتتآمر عليهم مراء الكواليس بدهم ينتبهوا من أشخاص ممكن أنها تحاول أنها تحفر لهم مشكلة أو تورطهم في مشكلة بدهم ينتبهوا برضو من النقاط هاي وفي نفس اللحظة بدهم يكونوا حذرين ما يدخلوا أماكن مجهولة وما يغامروا ويخاطروا بالفترة القادمة أما بالنسبة للزوايا نرجعنا للزوايا لأنه نضع لعنا زاوية وخلوم مسار بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 9 و36 دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي زاوية مباشرة بصير في عنا خلوه مسار يعني خلوه المسار الساعة 9 و36 دقيقة مساء بيبدأ وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الاثنين 24-5 حتى تمام ساعة 3 صباحا يعني بكرة راح نذكر الزاوية اللي قبل وخلوه المسار نعيدها في حلقة الغد ونذكر الانتقال اللي هو راح يصير فيه ساعات الصباح الساعة 3 صباحا لبرج العقرب ولكن إنه الآن أي شيء بدك تعمله ما بين الساعة 9 و36 دقيقة مساء لغاية الساعة ثلاث فجرا من ثاني يوم هذولا بدهم ينتبهن هاي فترة نحسة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب 12 يوم فيه تمام الساعة واحدة وعشر دقائق ظهرا بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير ما بين 80 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 15% القمر في الميزان حتى يوم 24 سعيد بنسبة 70% عطارد في الجوزاء حتى يوم 29 سعيد بنسبة 55% الزهرة في الجوزاء لغاية 2 ستة سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة للمريخ اللي في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت لغاية 26 بعدين بيبدأ عملية التراجع هو الآن سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيبدأ عملية التراجع من اعتبرها لأنه بلشت تأثيراته ورح يستمر تراجعه لغاية 11 عشرة اليوم رح يكون منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا وضع القمر في مكانه الآن هو مقابلك تماما فتلقى ينهو لا بشير لتفاهم ولا لهدوء ولكن هو بركز على الأمور اللي لها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقة الأزواج مع بعض ممكن تحمل مصالحة أو اتفاق أو تناغم ما بينهم ولكن تواجده بقلل من الطاقة عندك أو بضعف الطاقة عندك فممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبل أهم يش أنك تعالج الالتباساء وسوء التفاهم حاول أنك تحل الأمور بموضوعية وعقلانية بدون عصبية وتوتر حاضروا من القطيعة والدعاوى القانونية وبرضو من الخصام لأنه أي مشكلة الخصم تاعك بيكون أقوى منك بالفترة هاي وممكن العرقيل تستفزك اليوم وتخليك تفقد السيطرة على نفسك أو تعصب الزيادة عن اللزوم برج الثور طبعا بما أنه القمر صار في البيت السادس واستقر الآن فهي هنا نقول أنه العمل بتراكم أكثر شي ممكن شوي هيك تحسوا أنه الأمور ضاغطة في مكان العمل ممكن خلاف بينك وبين زميلك أو مثلا ملف بتكون شغال فيه أو الأعمال بتكون كثير ما بتقدر تنجزها بالكامل برضو بتحس بنوع من أنواع التعب أو الإرهاق حاول أنك تمشي أو تتحرك إلى هذا اليوم على أساس أنك تحافظ على نشاطك الجسدي أو على صحتك اليوم ممكن تتزامن الواجبات يعني يصير عندك أكثر من عمل في نفس الوقت وما تقدر أنك تنجزهم أو تشعر بصعوبة في إنجاز أعمالك وممكن تضطر للعمل وقت إضافي عشان تحل بعض الأعمال أهم إشي أنك تحاضروا من المشاكل الصحية والمشاكل في مكان عملكم برج الجوزة اليوم الجو مناسب جدا بالنسبة لكم مداعم بشكل قوي جدا لأنه استقر الغمر الآن في البيت الخامس اللي هو بيت الحض وبيت العاطفة وبيت المال وبيت العلاقات فاليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم أو تعزيز العلاقة معهم أو المصالحة أو التواصل أو التقرب اليوم بتفيدك برضو الاتصالات واللقاءات على أنواعها أهم شي أنك تلطف الأجواء تحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم ممكن بعضكم ينال ما بيرغب وتنتصر على كل الاعتبارات وتحل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيل أنها تنحل بالفترة الماضية اليوم ممكن تقدر تحلها هاي فترة إيجابية فحاول أنك تستغلها برضو هاي بتدعم علاقتكم بالأبناء وبرضو بتخليك ميال للترفيه والأمور اللي شوي هيك فيها هواية مثلا أو أشياء أنت حاب تعملها برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم هذا النهار لأن القمر صار موجود في البيت الرابع يعني عندكم تأثيره على أربع بيوت فعشان هيك اليوم أي شيء العلاقة في البيت هو أكثر همكم وأكثر تفكيركم اليوم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي أنك تتجنب وتوبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو حدث عائلي معين ممكن شوي لفت انتباهك أو خليك تركز عليه واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات عشان تقدر تحمي حقوقك أنت برضو وفي نفس اللحظة أنك تبعد عن المشاكل العائلية أو أي أعطال منزلية أو واجبات إلها علاقة بالمنزل أهم يجي أنك ما تفرض رأيك هاي فترة مناسبة برضو لأمور إلها علاقة بالسفر وإلها علاقة بالاستثمار برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة اليوم بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات القمر في البيت الثالث تعطيكم نشاط عالي جدا هذا بيت بالنسبة لكم حليف وقوي برضو بدعم عندكم سرعة البديهة وقدرة التركيز ولكن زي ما حكينا انتبه ما تحاول أنك أنت تحلل الأمور على مزاجك حاول أنك تكون عقلاني أكثر اسمع من الطرف الثاني ما تحكم عليه بدون ما تسمعه اليوم بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الاختصاصك يعني على حسب أنت شو بتشتغل أكيد اللي قاعد في البيت بده يضل قاعد في البيت يعني بس أنه ممكن يمسك التليفون ويكثر بالاتصالات اليوم ممكن تكون عندك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم إشي أنك ما تتردد بالتحرك يعني استغل الفرصة برج العذرة اليوم بعطي فرصة للأمور المالية بما أن القمر صار موجود في البيت الثاني لا إلك اللي هو بيت المال فبعطي فرصة لمكسب مالي بكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أو على أموال كانت إليه ومش قدر يحصلها بالفترة الماضية ممكن يحصلها اليوم أو يحل مشكلة مالية أهم إشي أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب إذا طلب منك مساعدة وما تبالغ بمصاريفك وبدك تدير بالك على أمورك المالية كون معتدل وكون موضوعي في النقاش والمساومة اليوم ممكن تهتم إلى أمر مالي أو استشفائي أو دفعات ممكن تكون مطلوبة منك تحاول ترتبها ماليا أو تكتشف بعض الأشياء التي لها علاقها بالوضع المالي برج الميزان بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها اليوم طاقتكم أعلى بما أن القمر خلاص استقر فاليوم تأثيره أقوى حتى من يعني من فترات الصباح كلما اقتربنا أكثر الآن لساعات المساء أو للصباح بتزيد الطاقة أكثر بتعيد لكم اليوم اليوم برجعلكم نشاطكم ثقتكم بالنفس بتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم اليوم بتصير متصاعدة أكثر ممكن اليوم تشوف الطرف الآخر أو الجنس الآخر اليوم مهتم فيك بشكل كبير اليوم تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب بعض المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك وممكن تسمع اليوم أخبار يعني بتسرك أو تعوض الأشياء اللي كانت مأذيتك بالأيام الماضية برج العقرب طبعا بتكون تنتبهوا لأن القمر لآخر يوم موجود في بيت المتاعب زي ما حكينا أنه بكرة في خلوه مسار أو في حلقة اليوم في خلوه مسار وبكرة تكملته فبنتقل عندكم القمر ولكن بما أنه الآن القمر ما زال موجود في الميزان اليوم فراح تظلوا وهيكي حسينوا أنه طاقتكم ضعيفة ما بتتحملوا جهد ما بتتحملوا تعب حافظ على طاقتك حافظ على صحتك يعني حاول أنك برضو تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تخل الملل أنه يسيطر عليك حاول أنك تخلد للراحة وبرضو حافظ على إنجاز ما هو وسعك من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب تخيب أمالك حاذر من البلبلة والالتباسات قدر الإمكان مرج القوس بتنشطوا اجتماعيا اليوم بشكل كبير وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أو اليوم يكون في مساعدة من أحد الأصدقاء لا إلك ولكن إذا بادر أحد الأصدقاء أو طلب منك أنك ينت تساعده فما تقصر في هذا الأمر يعني ممكن هذا الأمر يكون لمصلحتك أو لمانفعتك بيطمئن بالك لأنه ممكن اليوم تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إشي أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات قدر الإمكان وبرضو في نفس اللحظة بحب أن أبهك إنه إذا عندك أي أمور ضرورية أو ضرورية اليوم حاب تنجزها إنجزها ما تأجلها للأيام القادمة لأنه القمر زي ما حكينا رح ينتقل للعقرب الغد وانتقاله يعني بيت متاعبك رح يعطل عليك كثير أمور فإذا عندك قدرة اليوم تنجز بعض الأعمال أنا بنصحك في هذا الموضوع برج الجديد هذا يوم مناسب صحيح أنه هو القمر بيمكانه في بيت السمعة بشكل تربيع مع برجك عشان هيك يضاغط عليك ولكن أنه يوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم اليوم تتسلط عليكم الأضواء بشكل واضح ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يكون وقدم أفضل المستطاع صحيح أنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر ولكنها برضو يعني تمتحنك وبتمتحن جهوزيتك وراح تكون لصالحك في كثير من المسائل أهم إشي أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تخالفش القوانين ما تجازفش ما تشوهش سمعتك واضبط أعصابك بتلاقي الأمور صارت برضو لمصلحتك برج الدلو طبعا مع الأخبار اللي حكينا لكم إياها في البداية وتراجع زوحل عندكم وديروا بالكم ونش عارف إيش وتقولوا هسا دمرنا بتحامل علينا سعيد طيب أول إيشي وجود القمر اليوم بيخفف من هاي الضغوطات اللي إحنا حكينا عنها ولكن ما بن فيها يعني برضو بتكنت تنتبهوا اللي إحنا ذكرنا اليوم يعني وجود القمر في بيتك التاسع هذا حليف لإيلاك بتنشطه في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو التعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو بتهتم بأشياء لها علاقة بالدراسة الجامعية هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن اليوم بعضكم يبدأ بعمل أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو دراسة جديدة أو نقاش أو بحث معين اليوم بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة وأمور إلها علاقة بالسفر ولكن زي ما حكينا ضبط الأعصاب هو المطلوب منك الفترة هاي برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة القمر طبعا وجوده في البيت الثامن مش هالقوة الكبيرة ومش هالسلبية الكبيرة ولكنه نبركز على الأمور المالية على الديون على القروض على الأموال المشتركة أموال الزوج أموال شريكك الأموال أنت مؤتمن عليها أموال القروض هاي كلها هي اللي بتشغل فكرك أو بتشغل موليد برج الحوت خلال اليوم هاد الفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شي إنك ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم إذا ركزتم أو كررتم المحاولة ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بأفراد العائلة أو صحة أحد الأحبة أو قلق على أحد أفراد العائلة ممكن شوي هذا شي خليك تهتم بموضوعه أو تهتم فيه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر